تتعلق بالنادي الأهلي وممتخم دل الوطني وهو الحديث على مدار الكام يوم اللي فاته وبخصوص المواعيدة المتضربة ما بين كأس العالم الأندية وكأس العالم الأفريقية احنا اتكلمنا مع حضراتكم بالتفاصيل في الجزئية دي تحديداً في حلقة سابقة لكن في نفس الوقت الجديد ايه في القصة دي الجديد ان وزارة الرياضة الكاميرونية اعلنت ان الاستاد التعليف تتاح اللي هو الاستاد الأولمبي مش جاهز انه يتسلم للجنة المنظمة للبطولة خد بقى هيا دي المفاجأة بقى ده قبل ايه البطولة المفروض هتنطلق كام يوم تسعة يناير احنا النهاردة كام أربعة صح ولا تلاتة النهاردة أربعة يعني كمان شهر بالضبط المفروض البطولة تبتدي شهر وخمس تيام فقبل الشهر وخمس تيام دول الوزارة الرياضة في الكاميرون بتعلن ان الاستاد يا جماعة اللي هو حيبقى عليه مطش الافتتاح الملعب الرئيسي للبطولة مش جاهز ده ان ده اللي يدل على ايه حط كده في اعتبارك ان الملعب الرئيسي مش جاهز تما بالك بكل الملاعب ده ان ده اللي يدل على ان كل الملاعب مش جاهز ده ان ده اللي يدل على ايه على ان الفيفا عندهم علم وان ان فرص الكاميرون في استضافة البطولة وان فرص ان البطولة تقام في موعدها صعب فبناءا عليه حطوا موعد ايه بطولة كأس العالم الأندية والاتحاد الدولي متداخل جداً في الاتحاد الأفريكي جداً فوق حضراتكم تتخيلوا فأكيد ما حطوش المواعيب بتاعة كأس العالم كده بشكل عشوائي لا هم عارفين كويس قوي ده يوضح ان فيه فرص كبيرة جداً لتأجيل بطولة تتخطى الستين في المية تأجيل بطولة كأس العالم الأفريكية أو إلغاءها تتخطى الستين في المية وده معناه ان الكأس العالم الأندية حيكون في معاده بشكل طبيعي وان كل الأندية تشارك بقوامها الكاملة فأكيد فيه كواليس كتير في الملف ده هنعرفها خلال الأيام القادمة هنشوف ايه المخبيات الأيام الجاية في الملف ده لكن هبقول لحرككم من نسبة الأكبر ان هيتم تأجيل أو إلغاء بطولة كأس الأمم الأفريكية طبقاً للمعطيات اللي أنا اتكلمت فيها مع حضراتكم هنروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نكمل اشتركوا في القناة